مرحبا بركاته، بس أريدتك أنه تسجيل، أوكي، تسجيل موجود طبعا بعد ما عملنا الأدابتور، واللست view، أدابتور، إحنا هنا هسا أجي على اللست view في اللست view أجي أربط مع الأدابتور لأن الأدابتور السحالي يحتوي على الأرأي اللي إحنا عرفنا الهوتل، صح؟ لاحظ بيطلع لك، من نضغط على الهوتل بيطلع لك الـ 4 rooms, 5 والآخرين إذن الأدابتور سيحتوي على الأرأي إذن هذا الأرأي لازم أربطه مع الـ Xml، اللي هو الـ Lest view فالـ Set adapter، أجي أكتب هنا أنا منه الـ Adapter نفسه إذن الـ Lest view حيرتبط بالـ Adapter اللي أنا عينته والـ Adapter هذا هو مربوط أصلاً بالـ Hotel اللي بيها الغرف جميل بعد ذلك، أحتاج، بعد ذلك أجي فقط أسوي عرض خلينا نشوف الشكل النهائي كيف طلعت، لأننا items ديظهري، لو عملت الـ Run واجي أتأكد من الشكل النهائي نأخذ وقت شوية أوكي، هذا شغال، طبعاً أوكي، أنا بعد أعمل Grade Build، أوكي، نقول له أوكي، ننتظر الـ Application أنه يعمل نلاحظ هو هذا الـ Application مالتنا، جميل، One Room, Two Room, Three Room, Four Room, Five, Six Suite, Private, Deluxe, Seven Rooms أوكي، فلاحظ، ممكن أعمل لـ Click أيضاً، Lest view، ممكن أعمل لـ Click أيضاً، لكن ألاحظ من أعمل لـ Click، ما يظهر لي أي event، ما يحدث أي تغيير دعونا نقلل شوية من اللستة، مثلاً الـ Seven نحذفه، وهذا أيضاً نحذفه، أوكي، ونعمل Run مرة أخرى ننتظر البرنامج، طبعاً هذا ما أحتاجه بعد، هنا أنا أجي أعمل، أوكي، أنتظر الـ Application أنه يعمل Running، أوكي، ماذا يعمل، لأنه يمكن حذفنا وقفنا أتصور الـ Application، هذا الـ List Check Example، جميل، لاحظة عندك One Room, Two Room, Three Room, Four Suite Room, Private Room, Deluxe Room، هذا هو فكرة الـ List view، أنه تقدر تعمل لـ Click، لكن هذا الـ Click اللي عنده أعمل لـ تلاحظ أنه ما بها أي أفكت، فإذا أحب أنه أضيف له مثلاً تغييرات، يعني من أعمل Click، يظهر لي هنا Toast، مثلاً أنا أختارت هذا الشيء، فخلونا نشوف الوقت، Three Minutes، أنه نقدر نكمل حتى أعمل هذا الشيء، أحتاج إلى شنو؟ أحتاج إلى الـ List View لما أعمل Click عليها، صح؟ أنت تلاحظ عند أعمل Click عليها، إذن رح أحتاج شنو؟ أحتاج الـ Set On Item Click Listener، أحتاج listener لما أضغط عليها، listener بمعنى مستمع أنه يستمع للضغطة، لما أضغط يستمع إليها ويقوم بتنفيذ شيء اللي أنا أحددها، فحتى أعمل هذا الشيء، هنا أحنا عرفنا الـ List View Set Adapter، يبقى هنا فقط نقول لـ List View List View dot Set On، لاحظ، Set On Item Click Listener، لما أعمل عليها Double Click، أجي في داخل أخلي New Set Adapter View Adapter View Set Adapter View Laحظ هذا، On Item Click Listener Set Adapter View لحظ، أوتوماتيكياً adaptReview.onItemClickListener اللي هو شنو؟ اللي هو عبارة عن Class لكن هذا الـ Class Anonymous غير معرف أوكي؟ فيجي أوتوماتيكياً في داخله OnItemClick فإذا فقط أنا في داخله هذا الميثود الغير كامل أجي أكمل لأنه يعمل Override أوكي؟ أي بمعنى يعطيك ميثود، هذا الميثود أصلاً مسبقاً هو Abstract هي غير كامل، لكن أنت راح تكملها هنا فكيف النواء نكملها؟ طبعاً ممكن أضيف Toast هذا التوست مثلاً .MakeText خلينا نشوف الوقت أوكي نقدر نستمر لحد سبع دقائق MakeText، هذا التكست أجي هنا أنا شاكتب GetBase GetBaseContext بعد ذلك أجي أعمل فارزة بعد ما عملت الفارزة أجي أكتب الParent هذا الParent بعد الParent Parent.GetItem من Wheel مستمر لأن أعطي تحرك أجي هنا أكتب مثلاً is selected. that's it. اجي هنا اعرف التوست. صح? الوقت مالتا ايش قد يستمر في العرض? long مثلا. طبعا انت ممكن تختار يعني يكون فترة قصيرة مو شرط. هذا كل اللي يعني هسا حاليا احتاجه. بعد ما كملتا اجي اعمل تنفيذ خلينا نتأكد انه الابلكيشن يعمل. نعمل run. ننتظر. اوكي. نضغط اوكي. ننتظر الابلكيشن. راح يختفي يظهر من جديد. come on. اوكي. نختار one room. لاحظ. zero is selected. two room. one is selected. three room. two is selected. اوكي. صفر واحد اثنان. زين. احنا قلنا اذا ما عجبنا هذا الشكل. اذا حبينا نعملها بطريقة اخرى انه نظهر للشخص شنو هو اللي عمله selected. لين هذا الاتابيز. هنا انا انا احتاج احتاج اكتب toast. هذا التوست حعمله make. هذا الميك حتكفي داخله get. هذا الget هعمل الفارزة للادابتر. او ما كان هو الادابتر. كان هو الادابتر. اوكي الادابتر. اوكي الادابتر. get item. هذا الاتم اعطي الى position. المكان اللي هو راح يعمل اسيلكت. بعد ذلك اجي هنا اعمل لزائد. اضف الى ذلك. انه انا اريدك تكتب لي اسيلكتت. اوكي. اسيلكتت. واجي اضيف لزائد فارزة. واختار التوست مثلا لينك. ما لتيكون لونك. بعد ذلك اجي اعمل لشو. تاتس ات. هالجت بس. جميل جدا. لاحظ توست. ميك تيكست. خلينا نشوف الوقت. سبع دقايق. ما عدنا مشكلة. لاحظنا انا. ميك تيكست. get based context. نفس الحالة. بس مجرد ان اعمل adapter. get item. position. وعن طريق ال position اجي اقول له مثلا selected. تم اختيارها. توست length long show. that's it. اجي اعمل للرن. انتظر شوي. اضغط اوكي. خلينا نشوف الابلكيشن. راح يختفي. يظهر من جديد. لما اقول له click. لاحظ. one room is selected. اختار الثاني. two room is selected. rooms. عفوا. selected. four. four rooms is selected. هنا private. a private room is selected. تلاحظ. فاذا انا استطيع انه. استخدمك ال database. اذا اريد فقط ال ids. وانقلها لل database. واقدر ايضا. اعملها بشكل تكست. اذا انت تعامل مع ال database على اساس التكست. هذا ال xml يفيدك طبعا جدا. انه. ما تحتاج انه تذهب لل database وتعرف في ال database شون الاشياء الموجودة. وتظهرها للمستخدم. ال xml يفيدك انه انه انت اصلا واضع. هذا ال array. اكثر من هذا ال array ما يخذ. اوكي. واوتماتيكا هذا ال array ما اضع لك شي مرتب. هذا اوتماتيكا تقدر من ال xml. ترسلها رأسا الى ال MySQL. Postgre. SQL Lite. اوكي. فبهالطريقة هيكون اليك اسهل. ومرتب اكثر. اشياءك محدودة. ما فيها انه يستطيع يعمل injection اليك. اوكي. خصوصا اذا كان هذا السيرفر سايد. فلهنا اوصل لنهاية الدرس. ونلتقي اياكم درس القادم ان شاء الله. ما السلامة.